الأول كده فكرة أنك تلعب مع ريال مدريد مباراة رسمية في كاس العالم الأندية دي حاجة حلوة وحاجة شرف وحاجة فقري كبير جدا الأهلي النهاردة عمل مباراة كان فيها ندية مع ريال مدريد فرق القدرات والإمكانيات في الآخر حسمت الأمور بس شفت المباراة إزاي النهاردة طبعاً هو يعني مصر كلاك بتتمنى أننا دي الأهلي يعمل أتيها كويسة خصوصاً أنت تكسب ريال مدريد وتوصل نهائي دي حتى بحاجة كويسة بالنسبة لك لكن طبعاً فيه فروق فردية كتير طبعاً في اللعب زي أخطاء فردية حصلت في اللعب في المباراة هي اللي أدت للنتيجة دي ريال مدريد مانفاش تلعب مع أنت فتح الملعب أنت لو كنت مقفل كويس بس بعدين فتحت الملعب هجومياً خسران خسران بس برضو مانفاش تفتح الملعب من تلعب على الفرصة تلعب أنت ممكن تتعادل لكن أنت فتح الملعب بطريقة غريبة مفيش ضغط على نص الملعب خصصاً على مودريدش بيلعب براحته رودريجو وفيناسيوس بيستلموا ما بين الخطوط ما بين نص الملعب وما بين الدفاع ودي لك هتعمل المشكلة شوف كل اللجوان هتلاقي كل اللجوان وحد بيستلم وما حدش بيرعب فدي طبعاً فرق جداً بس كابتالي حمد ما أكلمت بصراحة أرضو لو كنا قفلنا النهاردة ولعبنا مباراة تحت الكورة وقفلنا كنا هنطلع نقول لا ما كانتش مفوض تبقى خايف أو كده من الريال وكتفتح اللعب شوية ولعب معهم يا كده يا كده ما أنت في الحالتين هتستقبل ما أنت اللعب الفرقة اللي بتلعبها فرقة هجومين كويس وعندها سرعات من فاش تفتح الملعب ما أنت حاسب الفرقة لقدامك لو الفرقة كان عندها السرعات قدامه كتفتح الملعب لكن هم كل اللعب بتاعهم بيعتمد على فينيسيوس فكل كورة كل كورة واخدها هو راح واحد على واحد رودريجو بينزل استلم ما حدش بينزل معاه بالدفاع حاجة غريبة جدا في الاهداف كلها خصوصا الجون التاني الدفاع كله بباصص على الكورة الأولى بالنسبة للمدافع يقفل العمق بتاعه ما يفتحش مش الطرف اللي اتنين بصين على الطرف ويسابين العمق رودريجو استلم سهل جدا وعدة فدي طبعا كانت أخطاء صعبة جدا طبعا في الدفاع الأهلي